أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة صخرت جميع الإمكانات للقضاء على فيروس سي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لمدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدنوم الذي سلم الرئيس شهادة المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي في مصر وخلال استقباله لرئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جينج بيو وعدد من أعضاء البرلمان الكوري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق هو الأمن والاستقرار لجميع شعب المنطقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تدرس أدنوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكبار مسؤولي وقيادات المنظمة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم السيد الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتذا بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لي تحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصيا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف وملفات الصحة بشكل عام وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من السيد الرئيس للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر معربا عن سعادته البالغة بتحسن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية ومشيرا إلى أن الدولة سخرت بصدق كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي بداية من إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعة المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية وانتهاءا باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك التبحث حول أفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات لسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة مئة مليون صحة وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كيم جيم بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء البرلمان الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لا سيما على الصعيد البرلماني مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك وفي ذات الصياق نوها رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى أن زيارة السيد الرئيس التاريخية لسول في عام 2016 كانت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين إذ تدفقت على أثرها لاستثمارات الكورية إلى مصر مستفيدة من التطور التنموي السريع والملموس الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة كما تم التباحث حول تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات لسيام على الصعيد البرلماني وكذلك سبول تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية وفي توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة وزيادة المكون المصري في عملية الإنتاج وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تدعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل وأكد السيد الرئيس ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة